فخمستاشر سنة إيه اللي اختلف مهونتا؟ يعني برضو خمستاشر سنة إحنا فينا حاجات كتير قوي تغيرت في إقاعنا، في اتجاهاتنا، في قراءنا، في وقتنا، في عاداتنا يمكن اللي كان بيعمل حاجة دلوقتي بيعمل حاجتين، واللي كان بيعمل حاجتين دلوقتي يمكن بيعمل أربعة حسيت إنه من خمستاشر سنة إيه اللي محتاج تعمله النهاردة عشان كمان خمستاشر سنة يتعطي بعيدهم تاني؟ هقولك حاجة وممكن دي حتى للشباب الكتابي، يعني مسأل بسيط أنا بقوله دايما عايز تعرف إيه اللي تغير فيك من خمستاشر سنة، فأنت بتكتب بص الصورة ليك من خمستاشر سنة، سوف أنت كنت لابس إزاي، وشعرك كان شكله إيه، وكلك كان شكلك إيه شوف ده، وشوف أنت قادر تلمسه إزاي، وطبق ده على كل حاجة حتى على أفكارك كل حاجة بتتغير، وبتطور، وبتاخد أشكال مختلفة على فكرة دي في أعمال كتيرة جدا، نصيحة مهمة لأن الكتابة نتاج الحياة برض يعني أنا أعتقد أعتقد أن أنا لو جيت في لحظة لقيت نفسي ثائرة على شكل وغيرت شكلي، ده لازم حينعكس على كتابتي لو جيت في لحظة قلت أنا بلبس بالطريقة دي ما أنا ألبس بشكل مختلف، ده حينعكس على كتابتي الكتابة حركة تطور دائمة، واللي بيموت كاتب مش موته، اللي بيموت كاتب وقوفه عند نقطة أو رضاة إن أنا كده عملت أحسن حاجة، أو إن أنا كده ده تمام، لا، طول الوقت أنا من النوع الكتاب اللي بنظر خلفي بغضب يعني، وحتى لو مش من 15 سنة، إحنا ننظر على حاجة كاتبها من شهر، بالتأكيد بكتب فيها تاني يعني، إحنا في حالة تغير دائم، والكتابة هي هذه